له حصة كبيرة هذه المرة قطاع الاتصالات التونيولوجيا المعلومات هذه المرة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة أيضا وفي إطار ما تعرف بمبادرة محو الأمية الرقمية هذه المرة في محافظة القليوبية في كفرشبين مركز شبين القناطر جرى تدريب 92 متدربا معظمهم من مدرسي مدرسة الحصافة الابتدائية والإعدادية وبعض من الشباب بدأ التدريب بالتناول التثقيفي للخدمات الرقمية وبوابة مصر الرقمية وعرض لمشروعات الدورات المختلفة التي من بينها التحول الرقمي وريادة الأعمال والشمول المالي والتسويق الإلكتروني وإدارة الأعمال والعمل الحر ومبادئ الحاسب الآلي والبرمجة والمهارات الوظيفية والحياتية كما عرضت نماذج لكيفية الاستفادة من هذه الدورات على أن تستكمل عملية التدريب في يوم آخر وتحديد مواعيد التدريب سواء كانت افتراضياً أونلاين أو في قاعات العرض للاستفادة بأكبر عدد ممكن من أهالي القرى المستهدفة ترجمة نانسي قنقر